اشتركوا في القناة ومنها الددان المفلطحة والدبوسية والددان الحلقية والمدورة والصوتية وكمان الددان الشريطية كل دي انواع من انواع الددان وكمان الدودة الشريطية والدبوسية من الحاجات الغريبة جدا كانوا موجودين بكميتهم وكانت موجودة وتعتبر آفة من الآفات وخاصة الددان الدبوسية اللي بتيجي للأطفال وكمان لسكارس هنتكلم عنهم بالتفصيل لكن عاوزة أنبع عن حاجة مهمة جدا عن ددان الهيرفيس دي طولها 2 ملي وعرضها ملي تكون موجودة في القناة الهضمية ودي بتتكون أساساً وموجودة في الفسيخ الغير مملح بطريقة صحيحة أو الفسيخ البيض وعشان كده بنقوله إن 30% من الشعب المصري مصب بها ودي بتعمل مشكلة كبيرة جداً بتعمل إسهال وبتعمل ضعف ووهن في الجسم بتخلي عدد كبير كمان من الأطفال هو نايم يحصل له سيلال للعاب على المخدة يعني بيريل وهو نايم وعلى فكرة دايماً لما بنلاقي واحد بيحصل له كده بنقوله روح حل البراز ربما يكون نوع من أنواع الددان التفايلية الموجودة والدودة الشرطية في مصر قليلة جداً وطولها 15 متر وخاصة في ددان غريبة جداً كمان موجودة في لحم الخنزير والددان الموجودة في لحم الخنزير بعض الأحيان بتمسك في العمود الفقري والحمد لله إحنا مش موجودة بشكل كبير لكن الددان الدبوسية مشكلة من المشاكل الكبيرة جداً وعلى فكرة كانوا بيعتقدوا أنها موجودة في الدول النامية أو المتخلفة لكن وجدوا 35 مليون في الولايات المتحدة من الأطفال عندهم ددان دبوسية يعني الكلام هنا ليه علاقة بطبيعة الأكل والددان الدبوسية من المشاكل الكبيرة جداً وسبحان الله في خلقه أعطى لكل مخلوق غريزته لذلك الددان الدبوسية دي دودة لما بتتلقح من الزكر الزكر بيموت وهي عارفة أنه لما بتحط البيت بتاعها لازم ياخد أكسوجين فبتاخد البيت بتاعها وبتنزل لفتحة الشرج وبتمسك في فتحة الشرج بأسنانها وتوضع البيت وخاصة في هذه الحالة بتعمل مشاكل كبيرة جداً للأطفال وهي الحكة الموجودة عند كتير من الأطفال في منطقة فتحة الشرج والطفل عند الهرش في منطقة الشرج فبيض الددان سيظل في أزافره فيرجع ويعدي نفسه مرة تانية والأطفال في الحضانات والمدارس بيعدوا بعض عشان كده بنقوله لازم لكل أم بتشوف ابنها بيهرش في منطقة الشرج الولد ممكن يهرش من وراء ومن قدام وكمان البنت ممكن تهرش من وراء ومن قدام الكلام ده مهم جداً ولازم كل أم تاخد بالها كويس جداً وتعرف أنه فيه ددان دبوسية وعلى كل أم تنتبه معانا على الوصفات العلاجية اللي هنقول عليها عشان هتساعدها كتير وأهم حاجة هنقولها هو دهن منطقة فتحة الشرج بالليل بالفازلين لسبب علشان تمنع الددان الدبوسية ما توضعش البيض بتاحها والهدوم كمان الداخلية لازم تتغلى والأظافر لازم تقص وتطهر تعالوا معايا نتكلم عن طرق العلاج والوصفات المفيدة جداً إن شاء الله بإذن الله وليها فاعلية 100% هنتكلم عن الزنجبيل جزور الزنجبيل النفاذة فعالة جداً في القضاء على الددان كما أن خلاص الزيت الزنجبيل بتوقف يرقات الددان خلال 4 ساعات وبتدي على الددان البلغة في أقل من يوم عشان كده الزنجبيل له أهمية كبيرة وخاصة جزور الزنجبيل إذا قمنا بأكلها عن طريق وضعها في وصفات الأكل عشان ممكن تكون حارقة بالنسبة للأطفال هندخلها في الأكل لأنها بتعمل شلل للددان وشلل الجهاز العصبي للددان هنتكلم كمان عن الأرع والحقيقة أنا عاوز أكلمكم في الحتة دي مهمة جداً فبزور الأرع مهمة جداً يعني بتعمل شلل لحركة الدودة المعوية وكمان بيسهل طردها خارج الجهاز الهضمي وكثير ما نستخدم بزور الأرع العسلي مع أوراق الزنجبيل فهي تحتوي على زيت يعمل على شلل الددان الشيح البلدي وهو الذي له فاعلية كبيرة في طرد الددان لأن رائحته نفازة فهو مقاوم واسع المجال يقضي على جميع أنواع الددان وفي الحالات العادية يضاف إلى الشربة أما في الحالات الصعبة يصنع مشروب الشيح واستعمال زيت الشيح فهو مفيد جداً للقضاء على الددان فهو مدمر كامل لها واستعمال مشروب الشيح أفضل من الزيت لأن الزيت قوي جداً ولا يأخذ إلا تحت إشراف متخصص شراب الشيح يعطي نفس المفعول ويقضي على الددان ويحل مشروب الشيح بالعسل ويعمل على تنظيف البطن وتنظيف كامل كمان معانا التوم ليه دور فعال جداً في طرد الددان فهو يقضي على الددان الدبوسية ويمكن عصر خمس فصوص توم ويضاف إلى كوب عسير جزر وشربها على الريق وقبل الغداء وقبل العشاء سؤال النهاردة طفلي يعاني من الددان حسب التحليل هل هناك وصفة طبيعية للتخلص من الددان؟ وصفات التخلص من الددان عديدة ولكن أحسن وأسرع وأنجح وصفة للتخلص من الددان أياً كان اسمها أو نوحها أو المتحوصل منها آمنة لجميع الأعمار هنستعمل التوم سنحضر فصم من التوم ونقشره جيداً ونستعمله قبل النوم مثل اللبوس من فتحة الشرج وتكرر هذه الوصفة من ثلاثة إلى أربع أيام نقوم بالفحص بعد ذلك ومع ملاحظة أن في اليوم الثاني للوصفة سينزل التوم كما هو في البراز ولا داعي للقلق فإن التوم تفاعل في المنطقة وترد الددان ولماذا هو الأفضل؟ لأن الددان تكره الروائح النفازة نبحث دائماً على الروائح النفازة زي الميرامية والشيح والبصل ولكن الأفضل والأسرع هو التوم والأقوى في الرائحة النفازة تعطي نتائج سريعة وفعالة وصفات التوم ودي بتستعمل في الولايات المتحدة الأمريكية لانتشار الددان الدبوسية أثبتت الدرسات الأمريكية أن وصفات التوم تقضي على الددان الدبوسية في خلال أسبوع ولابد للأمة أن تأخذ احتياطات صحية زي اللي تكلمنا عليها قبل كده أول حاجة دهن منطقة الشرق للطفل بالفازلين قبل النوم قص الأظافر وتطهرها وكمان غلي الهدوم الداخلية عشان العدوى ما ترجعش تاني هنتكلم عن سمر الباباي ويحتوي على بزور وتبلع مثل الحبوب وتقضي على الددان خاصة الأحجام الكبيرة منها والباباي دي صمرة مثل المنجة موجودة في مدينة الإسماعيلية وكمان في نقطة مهمة جدا لازم نتكلم عليها لأنها تحتوي على إنزيمات هاضمة والإنزيمات الهاضمة لازم الإنسان ما ياخدهاش على بطن خالية لأن البزور السودة بتاعتها وجدوا أنها تقضي على الددان زي الاسكارس والدودة الشريطية وتقضي عليها تماما تماما بسبب أنها تعمل شلل في الجهاز العصبي للددان وكمان هنتكلم عن الكركم من التوابل اللذيذة مفيدة في علاج التفايليات والددان وهو من الأعشاب القوية القاتلة للددان يمكن أخذ الكركم كمسحوق بإضافته إلى الأكلات فهو يعطي مزاق طيب للطعام وفي الحقيقة دايما عارفين أن الصعيدة بيضيف الكركم للفايش السعيدي وكمان المستردة تحتوي على الكركم والخردل والشباب بتناولوها وهي محببة لديهم والأجانب بيأكلوا المستردة كل يوم صباحا علشان الخردل اللي فيها بينظم عمل 15 من العوامل المسؤولة عن عدم عمل جلطة في الأوعية الدموية كمان نجي نتكلم بعد كده عن القرنفل بيشرب الشاي العشبي بالقرنفل للتخلص من الددان فالقرنفل جيد جدا ومفيد جدا في كل أنواع الددان فهو يحتوي على الإنزيمات المحللة للددان فهو يعمل على قتل الددان جميعها بالدخول إلى حامدها النووي يدمره وهو أساسا يسمى المصمار بيعمل منه القهوة العربي وهي مفيدة جدا علشان القرنفل موجود فيه إنزيمات ضد الـ DNA بتاع الددان فهو بيدخل يدمر التركيب الوراسي للددان والقرنفل بيستخدمه في الأمراض المستعصية وفي بعض السيدات بتيجي تقول ابني شفاء ورجع تاني وفي الحالة دي ندوله القرنفل فهو بيضاف إلى القهوة والشاي والكاكاو كمان هنتكلم عن الفواكه الطاردة للددان زي الرمان والتين والأنناس والخبزة والأنناس يوجد به إنزيمات هاضمة تستخدم الأنناس الفرش غير المعلم ويحتوي على إنزيمات الرومالين والإنزيم ده بيدمر الددان والناس كمان اللي بيأكلوا في سيخ لازم يحللوا براز عشان الددان الهيرفيز لأنها تعمل على هزال وضعف وكمان فقدان الوزن وشكرا على حسن المتابعة ونتمنى لكم جميعا دوام الصحة والعافية وإلى اللقاء في فيديو جديد ومعلومة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته